قبل ما ابدأ معكم فقرات التاسعة عايزة اخدكم للأسكندرية انا من يومين كنت في اسكندرية رحلة قطار سريعة بحضور ندوة والحقيقة تجربة ان انت بتاخد القطار تجربة لطيفة جدا لانه رحلة القطر زي ما بنقول هي رحلة كده فيها شجن وفيها كده انتقال وتبقى مع الناس وفي وسط الناس حاجة بجد لطيفة توصل اسكندرية بقى اسكندرية بجد في الشتاء عروس هي عروس طول الوقت لكن الهدوء شوية صحيح ان فيه زحام العادي ولكن الهدوء بقى بعيدا عن الشواطئ والمصطفين وزحمة اهلينة بقى من كل محافظات ماسك فتحس ان الاسكندرانية شوية بيشموا نفسهم التطوير موجود في اسكندرية وباين جدا شواطئ جميلة اماكن جديدة يعني حتى اسكندرية تحس انه عجلة التطوير بتجري فيها سريعا جدا محور التعمير رائع فيها اماكن بديعة المنتزى شغالة على قدم الوساق لا اسكندرية الحقيقة بديعة الاجمل ناسها يعني ناسها دايما عندهم كده يعني متعطشين دايما الاستقافة والمعرفة والترحاب بالناس لكن اللي لفت انتباه هي الزحام الزحام السكندرية زحام القاهرة والتعداد السكاني وحسيت كده من كتر اللي افكر معاكم بصوت عالي عندنا كمية من اللي عايزة اقول المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والمنظمات الاهلية اعتقد ان احنا لو عملنا عام يعني التعدد السكاني او عام لان احنا نقدر نساعد من خلاله والجمعيات دي تدخل يعني هي كمان تبقى موجودة هنحاول ان احنا نعمل حاجة او نؤثر بشكل او باخر لانه المزامات المجتمع المدني اقرب للناس بتشتغل على خدمة الناس بتقدم بتعمل حملات توعية بتبقى موجودة بجانب بقى ما تقدمه الدولة هنا يبقى دور المجتمع المدني مع الدولة ممكن يفرق كتير ونبدأ نحس بانه ايوة فيه تعمير فيه حركة فيه مساحات اكتر ولكن مع التعداد السكاني كل ده ممكن يتبلع فاحنا لازم يبقى عندنا من الحرص ومن الوعي ازاي نقدر نشتغل الموضوع نبدأ نبدأ معاكم ان شاء الله في السنة الجديدة ونترح افكار ونسمع افكار باذن الله